موسيقى نحضرها بالنخالة نستعمل نصف الدقيق القمح الكامل بالنخالة الفارينة بالنخالة نزول لنخالة الغريضة لأنها تقب المسمن هذه العجينة صعبة في الخدمة ولكن ليس مشكلة نجدها ترتاح مزيان لأنها سهلة ممكن أن تستعملوا نفس الخليط العجينة هذا الدقيق تزولوا من الخالة الغريضة سهل ملعقتين ملعقتين عامرين الخميرة البلدية كنت عاجنا من قبل دقيق الشعير لكي يأتي أسود هذا المسمن لكن ليس مشكلة سوف نغيب الماء البارد سوف نجمعها سوف نجمعها كيف مع جميع العجينات يعني كل شيء يعرف عجينة المسمن سوف تكون قاسحة أبطر سوف نجمعها من بعد أن يجمعها سوف أغرر أبطر ملح ثم نضيف الماء ثم نضيف الماء ونجدها ترتاح لما قدرتوش نجدها يجدها ترتاح ثم نجدها أرجعه بس لكي تجيكم سهلة سافي كل شي كيعرف يعني خاصة تكون يعني قاسحة قطر اصحاب الجينة سهلة في الاستعمال من بعد ده بغضا نخليها ترتحت قريبا ساعة هنا غضا ندوزو باش نحضروا الحشوة الحشوة خاصني اللفت يعني غجيكم غريبة ولكن غي جربوها ركي جلديد بالساف غي هو ضروري نخلطوه مع خيزو يعني خيزو هو الجزر كيكون بكمية كبيرة وحبت بصل يعني اللي بيضاء وحبت بصل حمراء ممكن تستعملو غي نوع واحد الى ما توفرتوش على الحمر والبيض هنا كيف ما شفته معي قطعتهم قطع صغيرة انا استعنت بوحد الروبو باش قطعتهم يعني البصل وخيزو اللفت اللفت كيبان في واحد شوي قطع هادوك يعني ليمونيين هكدك ولكن هادا كغير خيزو يعني قطعتهم في نفس الالة غنديهم يتشحروا من بعد مرور ساعة تقريبا انا اخذت العجينة غدا نشكل قويرات وغدا نخليها ارتاح بما كملت يعني الحشوات وجتهم قطعتهم خليتهم يبردوا تكون العجينة ديالي خمرات يعني غدا تزديد تخمر وتكون ارتاحت مزيان يعني ممكن تستعملو شوية ديالة زيت الزيتون اذا حبيتو ها فيه كيف قلت ليكم غدا نكملهم كاملين ونخليهم يرتاحوا غدا نشي باش نكمل الحشوة هاني الحشوة تديالي هاد الحشوة الاولى من بعد ما خليتها نحتى بردات عاد غنزيد لها هاد توابل هادو توابل غنزيد تحميرها الهريسة شوية ديال الكوركم الملح والزنجبيل فقط هادو ما التوابل اللي غدا نستعمل وغنزيد نستعمل شوية ديال الزعتر الى بغيتو ممكن تستعملو القصبر او المعدنوس كيبقى على حسب الضوق ديالكو انا غدا نستماغي بشوية ديال الحبق اليومه كيجي حتى هو الديد و مختلف كيعجبني مرة مرة نبدل شوية المذاقات وكي توتم زيان مع المذاق ديال اللفت كيو اللي دبا هاد الحشوة هادي المذاق ديالها كي بحل يعطي لولدي صغير كي سحب سحبني درت فيها الملفوف او الكرومب او لشو اه قتلي لنو ماشي درت فيها اللفت او اللفت ما كي ياكلوش وسبحان الله كلاه وعجبو ديالي كان نذكر غيولدي صغير لانه ولي صعيب بزاف عنده الضوق شوية صعيب اه اما ولدي الكبير الحمدلله ما شاء الله كي ياكل تقريبا كل شي معدل الحم اه 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 اصافي من بعد ما قطعت هاد الحبق اه قطعت وقطع صغيرة كان قطعت وعيب المقص باش كي بقى المضقت يالو اه انا راحت الحشوه احت برداد اصافي غدا نوضعها على جب ومشي نوجد الحشوه التانية الحشوه التانية ما كتحتاش طيب سهله مهله وصحية بزاف و الديدة هادي كتجي الديدة الديدة بزاف اهنا عندي البصلة حمراء باش تجي صحية اكتر عندي معلقة صغيرة ديال توما توما هنا ممكن استغنوا عليها ملعقة ديال الهريسة اللي فيتشاركتها معاكم هنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها وهنا الكامون كنضيفه حبوب وغدا نضيف اه شوية ديال القصبر اه قصبر اللي نقدروه قصبرنا يابس وهنا عندي زيتون قطع قطع صغيرة القصبر يابس ممكن نعودوه لما كانش عندكم ديرو الزعتر طافي هنا غا نستعمل هاد الكيميه اللي كتشوفوا معي كل هادي ديال الحبق كيت تواتم زيان مع هاد مع الزيتون وإلا ما توفرتوش على الحبق ماشي مشكين ممكن استعملوه يعني الفصبر الطري أو المعدنوس على حسب دوق ديالكم حتى ازير حتى هو كيجي مزيان قطعه قطع رقيقة جدا مهم هاد الزيتون كيبغي تنسم ضروري من نسموه كيجي زوين 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 بزاف هاد اه انا غالبا هاد الحشوه هادي نحضر بها البطبوط لانها مع الزيتون كيكون اسود ممكن زيتون اسود مع ان نغيروه يعني ان نبدلوه بزيتون اخطر اه مهم كيبحال ده بهاد الزيتون عوتاني ردوا البالغين من الملح الى كان مالح ما تضيفوش الملح بالمرة انا هاد الزيتون الحمدلله مشي معتادل في الملح ما مالحش صافي ها هما كيف ما شفته معي بطلقه مزيان هاد المسمن يعني ولا تبارك الله ارطي طب وجاني ساهل في الاستعمال وخفيه وخفيه النخالة النخالة رقيقة صافي غدا نسرحه انا غيب زيت الزيتون وقدر نرشه باديك سميدة اللي كتكون محمرة هديك سميدة اللي كنت شاركتها معكم واحد المرة في الحرشة اه كان غير بالذيك الرقيقة وهي اللي كنا وليت كنا نرش بها المسمن كيجيني كتجي في واحد القرمشة واحد اللدة خاصة صافي هنا غدر ناخد غيب ما نخمن كتروش بزاف الحشوة ولكن نادرين لا درنا بيها بطبوط هدا انكترو الحشوة يعني مسمن ما كيبغيش انكترو بزاف صافي وكنا رش شوية تيل هاد هديك سميدة باش كيجينا مورق والديد غدا نشارك معكم زوج ديال الطرق طريقة هادي طريقة العادية وغا نعود نشارك معكم ان شاء الله الطريقة الثانية اللي غالبا هي اللي كنخدم بها المسمن ديال اللي معمر والمسمن ديال القرح كيبغي يعني انتو ماذا كتبداو تخدمو صافي كتشعلوه والبوطا كتبداو تطيبو يعني كتبغيش ان نوجدوه كامل عاد ندون طيبو بحل المسمن الاخر يعني دبق انا هادي راسا في غدا نقرسها عيه هاكدا صافي غدا نحطها الطيب هادي نوريكم عيد تانية ونبدأ نطيب بسم الله داب التانية غدا نتهنها بشوية ديال زيت زيتون يعني ممكن عيد تسرحوه بدك زيت السيتون ولي كنبغون طيبوه ما كيحتاش نديرو لي زيت زيتون بالمرة يعني كنطيبوه ناشف كيجي صحي اكتر وممكن كينا طريقة اخرى اه انا بعث المرات كندير هاد المسمن هذا مخمر يعني كن اه يعني كن لويهم وكن نقرسهم بالدقيق يعني كن لويهم بزيت زيتون وكن نقرسهم بالدقيق او بسميدة اه رقيقة وكن خليهم يخمروا يعني بحل مخمر ومن بعد عاد كنطيبهم غالبا هالطريقة هادي كنديرها فرندان باش كيجي صحي اكتر واراكم عارفين وليدات كيبغوا بزيف زيف زيف هاد هاد الشي اللي معمر هاكدا وسبحان الله اي خضرة انا رام جربة اي خضرة اه يعني اللي عمرنا بها هاكدا وطيبنا هاكدا بالتوابيل كي ياكلوها يعني كيعجبوهم هاد الشي اللي معمر هاكدا باش انا من صغرهم دايما كن نوكلهم بالخضر بهالطريقة هادي ها في هادي تهي اغنبسطها كيف ما كتشوفو معي يعني حت كيكون ارتب يعني ممكن نبسطوها يعني ديغاكت ما نخليوش كايرتاح وممكن ان لكم تخليوه يرتاح واحد شوية مهم هو المسمن الى اخدمتوه بعجينة اخدمتوه بدقيق القمح انا ما كيبغيش يرتاح منلي كنا نشكلوه يعني كيبغي دغيان نبدو نطيبه صافي انا غنبدا نطيب كيف وقيت لكم يعني كان وجود وكان طيف في نفس الوقت باش باش ما يتطلقش ليه ويجي صعيب صافي انا غدا غين وريكم دابا يعني اه لولا كيفاش غدا طيب ومن بعد غدا نديرهم كاملين يعني ندير ثلاثة اربعة باش كنت نسرب يدغيه ولكن هاد مسمن هذا احسن دائما المسمن اللي نعمر باش ما كيجينش معجن من الداخل طيبا نقصو عليه شوية البوطة يعني ما نطيبوش يعني في الاول كنجهدو البوطة ومن بعد مني كانوا من بعد واحد شوية صافي كان نقصو البوطة وكنخليه يطبع على خاطره بشي طب مزيان من الداخل ماشي كيجي طيب من تحت ومن الفوق ومن بعد كيجي خطر من من داخل صافي كيف شفتو معي انا ما استعملش مادة دهنية باش طيبتو يعني طيبتو بلا حتى شي حاجة هاد المسمن ديال زيت هادي الزيتون كيجي لديد لديد بزاف وبالنسبة الناس لي ما كيعجبوه مش زيتون اسود ممكن يستعملو زيتون اخضر صافي كيف ما شفتو معي مسربي دغية دغية وها هما وجدو انسمنات جوضي جدراري تبارك الله كلو منو واحد شوية مهم انا غدا نوريكم كيفاش كيجي من داخل كيجير طيطب شاكل راسو احتى الماداق كيجي لديد بزاف تمنى ان شاء الله تجربوه وبعت المرأس كان حيرو في نبدلو شوية من حشوة ديال الفلفلة والحشوة ديال نبدلو شوية يعني مرة مرة وبحل اللفت غالبا بيده ما كيبغيوش يعني بهالطريقة هادي تأكدوا بانه كيبغيو وكيف قلت لكم را كيجي ومع بقيت عقله واجبلتها لكم ونلا كيجي حتى باللفت الاصفر يعني مجربا باللفت الاصفر وباللفت الابيض كيجي لديد بزاف تمنى ان شاء الله تكون هاد الوصفات هادو بجوج نالوا اعجاب ديالكم انا من بعد قدمتو هاكده مع واحد البرد ديال اتاي تمنى ان شاء الله تجربو هاد الوصفة وتردو علي الخبار كيف العادة واستودعكم الله لدي لا تضيع ودائعوه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة